نروح لأخبار النادي الإسماعيلي والمهنسيح يكومي رئيس النادي الإسماعيلي قال إن النادي تلقى خطام من اتحاد الكرة يفيد بأن المحكمة الرياضية الدولية أصداد حكماً نهائياً بحقية التونسي لسعد الكزيري مهاجم الفريق السابق بالحصول على مبلغ 600 ألف دولار ورئيس النادي الإسماعيلي قال إنه رغم وصول حكماً بحقية اللعب بمبلغ 600 ألف دولار لكنه قد يحصل على مبلغ 450 ألف دولار فقط لإنهاء الأزمة بشكل نهائي ده كانت إدارة النادي الإسماعيلي السابقة برئيسة إبراهيم عثمان قامت بفسخ عقد اللعب التونسي لسعد الكزيري ورفضت منحه باقي مستحقاته البلغة 100 ألف دولار اللعب التونسي صحب 32 عام انتقى الإسماعيلي عام 2018 لحظة واحدة مقاً أنا ما بفهمش إهضار الأموال دي والدولارات دي بالشكل ده مع كامل الاحترام لكل إدارات الأندية سابقة وحالية أجماعة الفلوس دي من مالنا من مال الناس من مال جماهركم من مال نديكم على أل ليه الفلوس دي تهضر بالطريقة دي راجل كان ليه 100 ألف دولار ما خدهم شوى ماشي فغرم الزمالك عليهم على الإسماعيلي عليهم 500 ألف دولار حرام دي فلوس كتير قوي يعني حرام فكرة أنا أقول لك الحكاية بتمشي إزاي أنا بابقى ماسك النادي أنا مش بكلم عن نادي الإسماعيلي بس أنا باتكلم على كل الأندية أنا بابقى ماسك نادي وعلي فلوس أقول أنا مالي يروح يرفع عضية ما أنا كده كده السماء الجاية مش موجود اللي يجي بعد يبقى يحلها لكن أنا أقعد يدوله على 100 ألف دلوقتي ما اللي يجي بعد يبقى يدوله على 600-700 ألف نامادي ده غلط ده حرام حرام بجد لعبين أجانب بييجوا رايحين جايين عمالين ينموا مننا فلوس من حيثنا ندري من حيثنا ندري اللي يبقى لي جنيه بياخدهم عشرة وعشرين شو منطقة يعني